من نفس المباراة كانت مطالبة برك الجزاء للفريق المحلي نبعد التوغول المهاجم نشوفوا بأنه كان كان حتيكاك صحيح لكن كان حتيكاك عادي لتعكورة القدم في اتجاه الكرة نحكم نسمح باستمرار اللاعب وعلن الارك الحرة كان حتيكاك كان حتيكاك لكن حتيكاك عادي لأن اللاعب دار خطواتين ومن بعد سقط هناك حتيكاك داخل في اطار اللاعب ولا حالة الخطأ اللي يعاقب عليه برك الحرة مباشرة وبتالي القرار الحكام في الملعب كان قرار صحيح بلاد اخري فريق جيش الملاكي مع اونيبك اسفي هناك حالة واحدة مطالبة برك الجزاء لفريق اونيبك اسفي في داقة 44 من الشرط الأول هنا نرى محاولة لعب الكرة من طرف المدافع الأول فريق جيش الملاكي وانا اخريت اوه مباراة المغرب التطواني وفريق شباب محمدية لو ان اللاعب المدافع الأول تمكن انه يلعب الكرة بطريقة واضحة وانا يتبدل المسارة وصبحات الكرة غير منتظرة هنا نتكلموا على انه كرة غير منتظرة وكما كان لا اخرج وانا حمد تطوير المسارة وانا اذا كان الحاكم محاولة المفاوات وانا كان الحكام وانا لحظة والسؤولة كانت لازم أنها تسفر الفراغ للأولاد بيك أسافي للأسف ما ما تمشي الإعلان عليها فهذا المباراة